مصر قطعت شوط كبير جدا في ملف البحث العلمي على مدار السنين اللي فاته قدرنا طبعا خلال فترة والليلة جدا نحن نعيد خريطة مستقبل البحث العلمي وده من خلال تدعيم الجامعات المصرية بمجموعة كبيرة من الأدوات والاستراتيجيات لتعظيم الاستفادة من هذا المجال الحقيقة البحث العلمي هو واحد من أهم الملفات القوية اللي بتعزز قوة الدول وبالتأكيد مصر إذا توفر فيها كل الإمكانيات المطلوبة لدعم وتدعيم هذا الملف هنقدر نقدم الكثير في كل المجالات عشان كده النهاردة هيكون لنا منقشة خاصة عن مستقبل البحث العلمي منقشة خاصة هنتكلم فيها عن الأبلويات المطلوبة واللي محتاجنا خلال الفترة اللي جاية فمعانا دلوقتي طبعا دكتور أحمد جمع نائب رئيس جامعة إنيل أهلية للبحوث نورنا في السيديو سبع الخير يا بصر أهلا بيك دكتور أهلا بيك صباح خير عليك يا بصر أهلا بحضرتك طيب في البداية دكتور خلينا بس مش هقول يعني نرجع سنين كتير لورا لكن على الأقل في آخر ثلاث سنوات إيه اللي حصل في ملف البحث العلمي إيه اللي كنا بنفتقر إليه في هذا الملف وتحقق حتى الآن وطبعا لسه قدامنا شوت كبير لكن إيه اللي تحقق حتى الآن تمام شكرا لحضرتكو على استضافتي في البرنامج وطبعا البحث العلمي قاطرة التنمية في الدول العظمة بخلال الفترة السابقة حصل تطور كبير جدا وده كان بيّن من عدة محاور أول محاور لو هنتكلم على التصنيف الدولي لمصر مصر دلوقتي أكورد اللي تتبع سايماجو اللي هو الأسباني التصنيف الأسباني رقم 24 خلال 22 سنة 22 بعدما كانت في من 3 أربع سنين في المستوى في الليفل 39 أو 37 طبعا ده نقلة حضارية كبيرة جدا وطبعا ده تخلّل كنا من 3 سنين 39؟ أه كانت 37 بقت السنة 22 24 من 37 أنا بس عايز أشير لنقطة مهمة أننا من 2011 لحد 3 سنين زي ما الدكتور بيقول اللي هو مثلا 2019 ولكن 2020 كنا من المركز 40 بين المركز 39 يعني ميكلم في 10 سنين وده برضو في التقرير في خلال 10 سنين تقدمنا مركز واحد لكن من أول 2019 أو 2020 لحد دلوقتي انتقلنا من 39 لـ 24 مصبوط وده كانت طفرة كبيرة جدا وطبعا ده كانت مبنية على إنجازات كبيرة تمت وطبعا من ضمن الحاجات كمان أن احنا كان ترتبنا ترتبنا دلوقتي الـ 21 في مستوى الصيتيشن أو الاستشهادات وديه علاقة بالكواليتي نفسها الجودة بتاعت البحث العديد فمن وجهة نظر العدد احنا رقم 24 كنا 37 من وجهة نظر الجودة والاستشهادات احنا 21 عشان بس الناس تفهم أكتر يا فندم الصيتيشن أو الاستشهادات هي فكرة توثيق المعلومات الموجودة في البحث يعني فكرة الجودة أو مصدقية البحث أو المعلومات مش ضبط أو أن في حد شاف أن المعلومة اللي قالها المصريين دي كويسة فبدأ أنه يشير إليها ويستخدمها كمرجع ودي هي دي الاستشهادات فدي غير كده أن احنا في المجالات المختلفة كمان حصل تقدم كبير وصلنا للمراكز عالية جدا مراكز 11 و15 في بعض المجالات زي الكيميا التحليلية والبيوتكنولوجي بعدما كنا في الليفل العشرينيات والتلاتينات في مجالات كتير قوي فدي نقطة مهمة في سايماجو ده كان عندنا 48 جامعة جوه هذا التصنيف وده أكبر عدد من الجامعات موجود على مستوى الوطن العربي وأفريقيا كمان إحنا عندنا التصنيف اللي هو تايمز 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 هاير ايديوكيشن ده اللي هو الإنجليزي برضو إحنا عندنا يمكن إحنا أكتر دولة عندها عدد من الجامعات مصنف جوه هذا التصنيف موجود جوه هذا التصنيف أربعين جامعة بعدما كنا 19 سنة 2019 هذا طبعا برضو تطور كبير وفي عندنا جامعات كبيرة بقى فيها بعض التخصصات في أول 50 الحاجة الثانية غير دوت إحنا بنتكلم على زيادة عدد الفاسيليتز والجامعات اللي موجودة في مصر نحن عندنا دولة أكتر من 93 جامعة موجودة سواء جامعة تكنولوجية والجامعات الجديدة والأهلية والجامعات المنبسقة من الجامعات المصرية وتحتاج المزيد ودي أساس قوي جدا عشان نبني على أساسه عندنا كمان عدد الباحثين اللي تم الإشارة إليهم فيه تقرير ستانفورد 2% اللي هو بيطلع سنوي بقى أكتر من 400 باحث ودي اللي هما عن مستوى العالم في كل التخصصات بعدما كنا في 2019 حاجة وسبعين غير كده إحنا بنتكلم على زيادة الدعم اللي موجود من الدولة من خلال أكاديمية البحث العلمي وصندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا غير كده كمان بنتكلم على المشاريع القومية الكبيرة جدا عندنا مشروع الجينوم المصري مشروع مهم جدا عندنا مشروع المتحف الكبير عندنا مشروع الطاقة المتجددة عندنا مشروع أكاديمية الرياضيات المصرية عظيم وحضرتك بتتكلم برضو في نفس النقطة بتتكلم عن دعم الدولة من المعروف أن قيمة البحث بتتمثل فيما ينتج عنه من الأفكار وحلول مبتكرة لمشاكل بيعيشها المجتمع هل الدولة بتتوجه أو بتوجه البحث العلمي في كتير من الجامعات والجامعات كمان بتوجه الطلبة أو البحثين بتوها من أجل إيجاد حلول للمشكلات اللي بيعيشها بالفعل المجتمع المصري بص هي القصة طويلة جدا البحث العلمي هو مرضوده بيبقى دايما بعيد شوية الاتجاهات بدأت وآثرها بيزداد ولكن احنا محتاجين المزيد من الخطوات اللي هتشجع على دوة يعني الفكرة الأساسية أن احنا ننتقل من اقتصاد الموارد اقتصاد الموارد اللي هو أن احنا بنبيع خامات أساسية إلى اقتصاد مبني كلم على الكفاءة أن انا أبدأ أخذ المواد الأولية دي واستخدم تكنولوجيا أجنبية عشان أطلع منتج إلى اقتصاد المعرفة ودوة أن احنا يبقى عندنا التكنولوجيا بتاعتنا لكن احنا طبعا نشغالين بكل تأكيد على كل هذه المراحل وهنكمل حديث مع حضرتك عن التفاصيل المتعلقة بالتقرير دعم الدولة للبحث العلمي قيمة الدعم كمان كانت كام في 2014 وصلت كام لكن هستغزانك نروح لفاصل مشاهدينا فاصل سريع نرجع من بعد نكمل هذه الفقرة قاطرة من قاطرات التنمية هو البحث العلمي وهو عصب التنمية في الكثير من المجتمعات لسه فقرتنا مجتمرة عن دعم الدولة للبحث العلمي طبعا معنا الدكتور أحمد جمع نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث بنرحب بحضرتك مجددا أهلا بك كنا نتكلم قبل الفاصل في قيمة الدعم اللي بتوجهه الدولة لدعم البحث العلمي الإحصائيات أو التقرير كمان اللي صدرت بتقول أنه في عام 2014 كانت دعم 330 مليون جنيه لدعم البحث العلمي دلوقتي احنا بنتكلم في 2 مليار جنيه أعتقد أن الرقم كبير جدا وبكل تأكيد ده بيؤكد دعم الدولة للبحث العلمي حقيقي وده ظاهر زي ما قلنا في الكثير من النشاطات اللي هي الدعم من خلال أكاديمية البحث العلمي المشروعات والشبكات العلمية وكمان المجلات اللي بدأت تظهر من خلال مصر على مستوى العالم والورش العمل اللي موجودة وتشجيع شباب الباحثين بالكثير من المجالات والبرامج وده طبعا واضح كتير خلال الفترة السابقة عين وإحنا كنا بنتكلم على منظومة الابتقار الابتقار في الحقيقة لأن دي نقطة مهمة جدا ومراحل الابتقار والانتقال من الاقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة وده رحلة زي ما قلنا أن هي مهمة جدا لأن معظم دلوقتي اقتصاديات البلاد المتقدمة بتعتمد على الشركات الناشئة والمتوسطة وده نقطة مهمة جدا لأن الشركة دلوقتي مش محتاجة أننا يكون عندي مكان واسع أو يكون عندي ريسورس كبيرة ممكن تكون فكرة تقدر أن هي تبني بشكل كبير وإحنا عندنا فيه نمازج كبيرة ممكن يكون زي ما احنا بدون ذكر أسماء الشركات ما يكون عندي شركة بتقدر تشغل تاكسيات بتقدر أن هي ما عندهاش تاكسي بس هي في الآخر تقدر أن هي تبني عندها اقتصاد كبيرة وممكن يكون موقع الانترنت يقدر يأجر أوتيلز على مستوى العالم يقدر من غير ما يكون هو عصا عنده أوتيلز بس في الآخر يقدر أن هو يدخل إنكم كويس وبالتالي هي منظومة الابتقار زي ما قلنا فيها خمس مراحل مهمين جدا تبدأ من الاستكشاف وثم البحث العلمي ثم التطوير ثم التجربة وبعد ذلك التسويق فنقطة الحاجات دي مهمة جدا إحنا عندنا الاستكشاف نقطة مهمة موجودة والبحث العلمي موجود بس يعني بدأنا نشتغل في التطوير بشكل كبير وينقصنا التجربة بشكل أكبر شوية ثم التسويق للمنتجات بتاعتنا بشكل كبير ودي طبعا نقاط أساسية هتفيد الاقتصاد القومي إن شاء الله في الفترة القادمة طيب دكتور زي ما حضرتك أشرت أنه مصر بتتخذ المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركاز للتنمية وستراتيجية 2030 هيمكن ده بيحصل إزاي بيحصل من خلال الاستثمار في البشر اللي هما الباحثين وفي وقت من الأوقات الثنين اللي فاتت كنا دايما بنشوف تعليقات زي أنه الباحث أو العالم أو الطبيب لما المصري هايل جدا لكن بينتج أو بينجح لما بيخرج بره ده ليه عشان بره بيكون مهيئ المناخ للعالم أو الباحث إنه يقدر يشتغل ويخرج أفضل ما عنده دلوقتي إحنا بنتكلم في منظومة تطوير وبالتالي عشان أقدر أطور الباحث العلمي لازم أطور أو أهيئ المناخ لهذا العالم أو هذا الباحث إيه اللي عملنا في هذا الملف تحديدا؟ في الحقيقة في خطوات كتيرة زي ما قلنا بدأت بس الأجيين محتاجة أن هي الاستمرار طبعا هي أي منظومة بتبدأ برؤية ثم أهداف ثم بعد كده الخطة اللي هدايك بتعتمد على أربع أيتمز أربع حاجات أول حاجة الإنسان والإنسان ده الباحث المصري في عندنا أربع أربعة كاتجريز لي اللي هو النوابغ اللي هما قبل التعليم الجامعي ودي محتاجين رعاية بشكل كبير والدولة بدأت بس محتاجين حسن ده أكتر الطالب المصري في الجامعة بشكل كبير وطبعا ده برضو تم الاعتنائي بس برضو ستالوي نيد مور نحتاجين نشتغى عليها أكتر أكتر شوية لأن طبعا وجود مثلا بنك المعرفة المصري ده كنز كبير جدا ساعد الكثيرين من الطلبة اللي هما في قبل التعليم الجامعي وفي التعليم الجامعي والباحثين بشكل كبير الباحثين المصريين اللي هما في الحقيقة عنصر أساسي ثم زي عناك بتقولي الباحثين اللي هما في الخارج بجانب دوت عندنا المعامل الأساسية اللي هي بتتيح للبحث العلمي أنه يتم بشكل كويس أنا في الحقيقة نفسي عندنا مركز يعني مركز يكون فيه كل المعامل متاحة يكون عندنا قاعدة بيانات موجودة عندنا حاجات كتيرة في مصر بس عايزين قاعدة بيانات تقول للباحثين الموجودين جوا مصر بشكل كبير عشان نقدر نتكامل فيما بيننا عايزين قاعدة بيانات لكل المعامل الموجودة والأجهزة تبقى متاحة للناس بشكل كبير لأننا ممكن أكون محتاج جهاز في أسوان ومعرفش نوع موجود وعندي استعدادة سافر عشان أعمل تجارب بتاعتين محتاج يكون فيه تمويل من الشركات والمصانع اللي بدأت بس لازم تزيد شوية ولازم يكون قريدي في الدول العظمة بيبقى فيه نسبة من الناتج بتاع الشركة للر ان دي أو ريسيرش ان ديفولومنت ودود بيبقى مقابل لي تسهيلات في الضريبة وبعض المزايا للشركة وده مهم جدا لأن لازم ربط الصناعة بالجامعات بشكل كبير ولازم يكون فيه عندنا كمان رؤية الشركات الناشئة الجديدة وده في الحقيقة تم مؤخرا بشكل كبير يعني احنا عندنا مبادرة رواد النيل دي بلعاية البنك المركزي وده يعني في خلال الخمس سنين السابقة فيه اكتر من 300 شركة ناشئة تم تبنيها من خلال هذه المبادرة من مبادرة رواد النيل بلعاية البنك المركزي وجامعة النيل في الحقيقة والعدد كبير عدد فتح يعني شغل كبير لناس وبدأ يدخل انكم اكتر من 1 بليون ايجيبشن باوند للاقتصاد من خلال الشركات البسيطة دي حاجات كتير قوي احنا محتاجين نفكر فيها بدأت بس عايزين نستمر فيها عظيمة كل اللي حضرتك ذكرته ده مهم جدا واحنا دلوقتي فرصة هاي للحديث عن هذا الامر طبعا في وجود الحوار الوطني وبكل تأكيد الحوار الوطني عندهم 113 قضية فبكل تأكيد مهتم بالبحث العلمي وبمخرجات البحث العلمي وكيف يتم ربطه بالصناعة دكتور هارجع لحضرتك طبعا مواردة تانية زي ما كان دكتور ناصر بيتكلم الاشكالية الاساسية هي البحث هو زي ما تكلم هو العامل الاساسي عشان نقدر ان احنا نوصل بالبحث العلمي الابتكارات بمصر لمصاف الدول مش عيب ابدا ان احنا نعترف ان احنا في وقت من الوقات كان عندنا مشكلة وان احنا تأخرنا الى حد ما ومش عيب ابدا ان احنا نبص للتجارب النجحة وان احنا نقدر ان احنا خليقول ناخد منها اللي يناسبنا ونقدر نبني عليه لو احنا هنبص لتجربة نجحة اي تجربة نجحة وايه العوامل نجحة اللي نقدر نطبقه عندنا هنا في مصر شكرا لك شكرا لدكتور ناصر طبعا ومدخلته انا بس كنت عايز نقطة صغيرة فكرة القواعد البيانات اللي انا كان اقصد بيها فكرة التكامل ما بين اعضاء هاي التدريس والباحثين في مصر والمعامل الديتابيز اللي موجودة قاعدة بيانات المعامل برضو اللي انا اعتقد ان هي محتاجة برضو مراجعة شوية بمعنى يعني لو انا هدريعتي عايز اصنع موبايل في مصر انا محتاج ان انا اكون شايف ايه هي الباحثين اللي هيخشوا في هذا المجال وايه هي المعامل اللي موجودة في مصر اللي ممكن تساعد في ده عشان نبدأ اصنع ده هل هذه الديتابيز القواعد دي موجودة انا اعتقد ان محتاجة ان احنا نبصها دي شوية بالنسبة لسؤال حضرتك وطبعا البحث العلمي في مصر زي ما دوقت من مصر قال مشكورا فعلا الباحثين المصريين متميزين جدا صحيح ولكن في نقطة عشان خلينا نقول المزايا والعيوب برضو احنا البحث العلمي في مصر مبني على الانديفيدولز يعني على الافراد وليس مبني على التيمورك او اللي هو العمل الجماعي وهي دي نفس النقطة ان احنا ما عندناش دي تابيز قوية نعم الانتجريشن او تكامل ما بين الناس هذيك سألتي على ان الدكتور او الباحث هو عصب هذه العملية نعم هو قائد السفينة انا بعتبر ان كل باحث كل استاذ في الجامعة هو معه سفينة وكل الباحثين اللي معاه هم في هذه السفينة وهو مضطر ومطالب ان هو تو جايد والناس دي كلها عشان يوصلوا البر الامان بالبحث العلمي بتاعهم فلازم يكون هو متفرغ بشكل كبير للبحث العلمي لازم يكون عنده المعامل والفاسيليتز والانترنت القوي والكمبيوتر السريع ان هو يقدر يرن الحاجات اللي هي كل العوامل اللي هو محتاجة ايا كانت هيئة بالزبط ولازم كمان ان هو التوجيه المعنوي للباحث الباحثين الشباب لان الباحث العلمي مش حاجة سهلة احنا ممكن ناس تقعد ثلاث اربع سنين ومش عارفة تطلع كونتروبيوشن معين او اضافة معينة فمحتاج دايما السابورت او الدعم وفي ناس طلعت يا فنم فعلا ومحدش تكلم عليهم ومحدش يعرف عنهم حاجة فا احبطوا بالزبط فهي الباحث الاستاذ الجامعي دوره هو قائد هذه السفينة ممكن ان السفينة دي في الاخر ما تطلعش حاجة ويبقى في منطقة ضبابية وممكن ان هو يقدر تفزت اماكن كتيرة يعني يقدر يطلع ابحاث مختلفة في طوبيكس مختلفة والناس تستمتع فيه ويمكن تعميمها طبعا يمكن تعميم النتائج بتاعت هذه الابحاث كنت تعايز اعرف نحوذك يعني ايه الابحاث التطبيقية الابحاث التطبيقية هي مبدئيا دي نقطة مهمة جدا ان احنا دلوقتي فكرة حتى ازاي اننا البحث التطبيقي بيبدأ بليتراتشنة او دراسة مرجعية على توبيك معين بعد كده ان احنا محتاجين نعمل برامج كمبيوتر حاسوبية عشان نتأكد من هذين النتائج ثم بعد كده عملية ان احنا بقى نطور في هذين النتائج وبعد كي بقى فيه عندي معمل ان انا بعد النتائج اللي أنا توصلت لها دي أقدر أنفزها على المعمل في المعمل بشكل قوي أقدر أقارن النتائج اللي أنا شفتها في المعمل بالنتائج اللي على الكمبيوتر وبعد كده نبدأ نقول طب أنا عايصنع بقى هذا المنتج وحسن فيه بشكل معين دي هي البحوث التطبيقية ولكن البحوث الأساسية مهمة جدا ما نقدرش نستغنى عن الماثيماتيكس ما نقدرش نستغنى عن الفيزيكس والكاميستري والبيولوجي هي اللي هتوصلني البحث تطبيقيا بالضبط هما ده الأساس والعلوم الأساسية نقطة مهمة جدا وهي الأساس اللي أنا هبني على أساسها الابتقارات في المجالات المختلفة التانية عشان كده العلوم الأساسية محتاجين برضو نهتم بيها بشكل كبير وعشان كده نقطة الجامعات دلوقتي في التدريس الناس بره ما بقيتش بتمتحن الطلبة اللي هو أخذ الأسايمنت دوت وخصوصا دلوقتي مع وجود الإي آي والشاة جي بي تي والحاجات دي خلاص أنا مش محتاج أسأل أنا محتاج أن أنا أتست الكمبيتنسز أو المهارات والسكيلز بتاعت الطالب عن طريق البروجيك بيز لرنينج أو اللي إحنا بنسميه الكورسز أو المناهج التي مرتبطة بمشاريع أثناء الكورس نفسه وده في الحقيقة اللي إحنا في كامعة النيل نتبني إحنا عندنا الإيفانت بيك رقم 16 يعني شهر أوجست اللي جاي دوت وده لـ اللي هو إزاي أن أنا أثناء الدراسة وأنا باخد كورس فيزيكس بضيف عليه بعض المشاريع البحسية اللي الطالب يفهم من خلالها إيه؟ وهي على أساس دوت بيبدأ إن هو اللي سكيلز بتاعته تجبر ولسه أمبارح أنا عارف في طالب عندنا نشر وهو لسه أندر جادود ستة بيبرز ورايح بي اتش دي دايركت في كندا مباشرة وهو لسه ما تخرج كل ده وهو لسه يخرج كمان فيو مونتز فقوي نيد إن إحنا محتاجين إن إحنا نشجع الباحثين نشجع المواهب نشجع الإبتقار وشكرا لك يا طيب يعني أخيرا يا فندم حسب تجربة حضرتك وأكيد حضرتك سفرت كتير برا شفت حتى تجارب التعامل مع الباحثين في دول أخرى إيه اللي بيتم توفيره سريعا جدا للباحثين هناك محتاجين نوفره هنا أول حاجة زي ما دكتور ناصر تفضل وقال إن هناك الباحث بيبقى عنده المعمل بتاعه بيبقى قاعد ديديكيتد قاعد مستقر بيشتغل على نقطة بحسية واضحة معه بروفاسور بيتابع بشكل مستمر النتائج بتاعته عنده كل المعامل الموجودة فيه تيم ويرك موجود فيه تعامل مع الصناعة بشكل كبير بشكل إن هو يقدر لو أنا عندي مشكلة آه ده رأسأل المستخدم نفسه أنت عايز إيه منها عايز توصل لإيه بشكل أكبر فيه عندنا كمان المؤتمرات المشاركة في المؤتمرات والمجلات العلمية وورش العمل التفرغ الكامل نقطة أساسية ومن غيرها مش هنعرف نوصل لباحث متميز ودي critical point بجانب طبعا الارتباط ما بين الصناعة والجامعات لأن احنا عندنا في مصر الصناعة خايفة والجامعات خايفة اتنين مش عارفين يكلموا بعض طيب خوف الجامعات من إيه يعني ممكن يكون خوف الصناعة لسه بحث جديد وعايزين يشوفه امكانية تطبيقه ممكن تكون امكانيات مادية تمويل ده ممكن يكون خوف الصناعة إنما الجامعة ممكن تكون خايفة من إيه الجامعات مش خايفة بس الجامعات ما عندهاش المعلومات اللي الصناعة محتاج مع مشاكل الصناعة يعني أنا ما كنت في جامعة الملك عبدالله في كاوسط آه فكانوا عامنين دائما مؤتمرات المؤتمرات دي بتجيب المؤسسات الصناعية والشركات الكبيرة بتعرض التشالينجز والمصاعب اللي في هذه الصناعات عشان تبدأ تبقى جاهزة للبحث العلمي واستنتاج وحلول وإيجاد حلول والكلام ده من خلال خبراء وباحثين وأحيانا بيستدعوا ناس من حتة كلم العالم عشان يجوا يحلوا مشكلة معينة مثلا في شركة X أو في شركة Y وبيبقى فيه عنا عدنا أربعة أيام ما بنعملش حاجة غير إن احنا بنناقص يجينا مشكلة وبنطلع حلول ونطلع كتايب من خلال خبراء مختلفين من أماكن مختلفة عشان في الآخر نيجي نقول والله انت عندك كذا حلول الحل دوت أفضل لكذا لو انت عايز ده أفضل لكذا أنسوا حتى لو ما حلناش دلوقتي في اللي جاي بعدنا هيبني على اللي احنا وصلنا له بالضبط كده